تماما بعض الأعلميين خروج يتكلموا عن لقطة بين الكابتن رامي ربيع وكريم العريبي في منطقة جزاء النادي الأهلي وعلقوا الأمر كله في المباراة على اللقطة دي وطبعا كنا عارفين ميقول الأعلميين دي وتكلموا فإحنا حابين نوضح بس لما تكون بتتفرج على المباراة 90 دقيقة يريد تكون شايف 90 دقيقة كاملين ولما تشوف شك في كرة للفريق المنافس لازم تشوف شك في الكرة للفريق الآخر لأن الحقيقة القرة اللي فيها شك مع كابتن رامي ربيع هي هي تحديدا نفس القرة اللي فيها شك مع الكابتن كهرباء لو زي ما حرقوا شايفين دي اللقطة اللي مع كابتن رامي ربيع اللاعب استلم الكرة على سدره مهاجم النجم أعطاك كريم العريبي استضام الكرة راحت لاتجاه رامي ربيع عدد دي كرة كهرباء برضو كهرباء استلم الكرة على سدره استضام قبل ما كهرباء يسدد والناس رمى نفسه على رجل كهرباء فلو انت عايز تشوف احداث المباراة بنوضح لك ان كياريت تشوف بعينيك الاثنين مش تشوف بعين واحد اعتقد اللاعب المدافع واضحة جدا ملمس القورة والتحام عادي ورام نفسه على رجل الكهرباء نفس طريقة الالتحام اللي حصلت بالزبط بين مهاجم النجم الساحلي وروم ربيع وتحديدا يعني ما كانش ينفع بصراحة من اي اعلام منافس ان هو اتكلم عن فكرة النادي الاهلي والنجم ومباراة الاهلي والنجم عن خطأ تحكيمي وانت عندك المباراة الزهاب كان فيها خطأ تحكيمي فادح وهو طرد ايمن اشرف في الديئة عشرة حبينا بس نتناول كل القضايا عشان نقفل الموضوع احنا بنقول حاطينا نفسنا في معزك برغم ان لنا هدف في مباراة بلتانيوم كان ممكن يخلينا حاليا اتناشر بنت ويقولنا بننعب بقى رحية اكتر مباراة بقرة مباراة النجم نحن نكون بالزبط ونساعدنا قبل ما نوصل المرحلة لكن بما انك بتتكلموا في التحكيم فاحنا حبينا نرد عليكم لان دايما معنا الحجج اللي بنقدر نرد بينا سحمد هو توحيد المعيار